في الخامس عشر من الشهر الحالي أصدر الرئيس الأسد القانون رقم خمسة وعشرين لعام الفين واثنين وعشرين والمتضمن تمكين المعاهد التقانية من العمل كمراكز للتصنيع والإنتاج القانون يشمل مائتين وثلاثة معاهد تقانية مرتبطة بالمجلس الأعلى للتعليم التقاني منها حوالي ستين معهداً يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى تعليمات تنفيذية تصدر لاحقاً وينص القانون على أن يتخذ من المعاهد التقانية مراكز إنتاج والسماح للمعاهد بممارسة الأعمال فيها كلياً أو جزئياً تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة التعاقد عن طريق الجهة العامة التي يتبع لها المعهد التقاني مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية يصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني بالتنسيق مع وزارة المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات يرعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى 100 مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في القوانين والأنظمة النافذة وتكمن أهمية القانون في دعم منظومة المعاهد التقانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات الدولة الأخرى إضافة إلى أنه يعد عاملاً محفزاً ومشجعاً للطلب من حامل الشهادات الثانوية العلمية والمهنية والأدبية لمتابعة تحصيلهم العلمي في المعاهد التقانية واختيار رغباتهم منها عند التقدم للمفاضلة العامة